اشتركوا في القناة تحت اشراف الامم المتحدة وقال وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان ان وقف اطلاق النار سيبدأ فور موافقة الحوثيين على المبادرة معربا عن امل بلاده بان يستجيب الحوثيون للمبادرة صونا للدماء اليمنية ولمعالجة الازمة الانسانية واشار بن فرحان الى ان المبادرة تتضمن اعادة اطلاق المحادثات السياسية لانهاء الازمة وقال انه يتوقع من الولايات المتحدة دعم المبادرة والعمل مع الرياض لانجاحها مشددا في الوقت ذاته على ضرورة وقف التدخل الايراني في اليمن ووفقا للمبادرة السعودية سيسمح التحالف العربي باعادة فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات الاقليمية والدولية المباشرة للمرة الاولى منذ ست سنوات وتشمل المبادرة ايضا تخفيف حصار مدينة الحديدة على الساحل الغربي وتوجيه ارادات الضرائب من الميناء الى حساب مصرفي مشترك بالبنك المركزي اليمني وفي اول رد من ميليشيا الحوثي على المبادرة قال كبير المفاوضين الحوثيين محمد عبد السلام ان هذه الخطة لا تتضمن شيئا جديدا لكنه اشار الى ان المحادثات مع السعودية وسلطنة عمان والولايات المتحدة ستستمر بهدف التوصل الى اتفاق سلام 130 الف شخص فقدوا حياتهم بينهم اكثر من 12 الف مدني في الحرب التي تسبب بها انقلاب ميليشيا الحوثي عام 2014 وما زال تعنتها يغذي اسوأ ازمة انسانية في العالم حسب الامم المتحدة